اشتركوا في القناة وبقلوب تشتاق الى رؤيتكم و الى ان يبلغكم هذا الحديث عطاء كل احد وثلاثا معكم انا مع هاش الثلة او النخبة الجميلة الرائعة من ابنائي اليوم موضوعنا موضوع دسم و موضوع ابغاله صراحة ثلاث اربع ساعات لكن بحاول اختصر ولم الموضوع لانه طلبوني يكون موضوعنا القادم عن شي ما انا بقاله خلوا مفاجئة لا نقول لكن موضوعنا اليوم موضوع جميل جدا كلنا نحتاجه كل واحد يحتاج هذا الموضوع رجل امرأة زوج زوجة عرسان مقدمين على الزواج على فكرة من المتزوج يرفع عنده ولا واحد متزوج ما في لانت بس متزوجين طيب تمام محمد زوجي المهم دورة هي دورة للعرسان تعتبر لكم اسمعوني ترى الوقت راح اليوم اسمعي نطوع انت الحلو اسمعي الوقت راح شفتو لذلك بحاول ايش اكسب كل ثانية في هذا الموضوع انا مسمي موضوعنا اليوم اسمه خلطة السعادة الزوجية خلطة السعادة الزوجية الزوجية كثير من البيوت انهدمت وحصل الطلاق وقد يكون قبلها سيسمونه الطلاق العاطفي وهذه كلمة اكتسبتها من مدربتنا الرائعة المستشارة الاسرية الزوجتي موجود استفدت منها كثيرا تحية لها في هالليلة ولها دورات جميلة دورة اسمها الطلاق العاطفي من اجمل الدورات مولانا زوجتي ما ادحها لا والله لانها مبدعة فعلا فانا استفدت منها هناك ما يسمى بالطلاق العاطفي قبل الطلاق الحقيقي والسبب انه بعض هذه الاشتراطات او بعض هذه النقاط اللي باقولها فقدت طبعا الموضوع جميل ويبغال وقت ووقتنا راح لكن بحاول اختصر ولي سلوبي في طرح القضايا وطرح المسائل ممكن عرفته احب اجيب القصص الجميلة ومن خلال القصة بنعرف ما هو الادب او الخلق الذي نحتاجه معنا بقايل استنبطوا انتو ايش الخلق اللي نكسبه ونكتسبه ونعرفه من خلال هذه القصة اول قصة نبدأ بها قصة جميلة من قصص السلف رجل يسمى ابو محمد النيسابوري الا ما اكون واهم في الاسم ابا محمد النيسابوري العالم لا غير العالم هذا رجل من الصالحين لكن ليس من اهل العلم وليس من اهل المناصب ومع ذلك على قولتهم بينا بالعامية مع الاحترام والتقدير ليست بيدك من نعم الناس يرجونها ويطلبونها منك صاحب المال تتزلف لبعضنا تتزلف صاحب المال عشان القرشات وصاحب المنصب عشان الواسطة هذا لا فما السر ما سر هذا الحب ما سر هذا المكان في قلوب الناس لك قال وتكتم امري قال نعم قال اسمعوا القصة العجيبة يقول قبل خمسة عشر عاما كنت اسير في الطريق فاذ بامرأة تسلم علي السلام عليك يا ابا محمد يقول لم ارد السلام امرأوا في خلوة فاعادت السلام السلام عليك يا ابا محمد ما هكذا يفعل الصالحون قالوا عليك السلام ورحمة الله بركاته قالت يا ابا محمد اني فيك لراغبة واني امرأة صالحة جميلة نسيبة واني فيك لراغبة القصة طبعا مجت بروايتين انها دلتها على بيت اهلها فاتى خطبها من ابيها وانها تزوجت ذهبت للسلطان او القاضي وزوجها شاهد تزوجها فلما تزوجها الرجل لما مدحت نفسها ان ذاته جمال ونسيبة وحسيبة ما حرص على الرؤية الشرعية وهنا نقطة مهمة جدا لعل رسالة اجت في وسط الرسالة الحرص على الرؤية الشرعية اتى صحابي او انصاري الى النبي السلام او صحابي اتى واخبر الرسول السلام انه خطب من الانصار فقال الرسول السلام هل رأيتها هل نظرت اليها او هل رأيتها قال لا قال اذهب فانظر اليها فانو حري ان يؤدم بينكم لذلك من المشروع من المشروع ان الخاطب ان يرى الخطيبة او مخطوبته حتى ولم تعلم حتى بدون علمها الشاهد ملك عليها تزوج يوم دخل بغى ينصرع على قولتهم بغى يغمع عليه ليه لا جمال ولا شي يقول هو يقول كانت شوهاء عوراء عرجاء صدمة كانت شوهاء يقول شوهاء وجم شوه عوراء عرجاء يقول فتألمت ألما عظيما ومع ذلك يقول مع هذا اللي وجدت قدامي كانت تحبني حبا عظيما لدرجة ان كانت تمنعني عن مخالطة اصحابي لا اخرج للصلاة الا بشق الانفس حتى الصلاة يا الله بالمشعاب اروح اصلي من شدة غيرتها عليه يقول فصحبتها خمسة عشر عام يقول خمسة عشر سنة ما رابها مني شي يقول خمسة عشر سنة ما قل يوم كدرت عليها ما قل يوم قلت له غشيتيني ما قل يوم قلت له والله انتي خنتيني ولا طعنتيني ولا كذبتي علي ابدا يقول خمسة عشر عاما ما رابها مني شي حتى توفيت يقول ماتت وانا احسن زوج لها حبا وتقديرا واهتماما وعطفا ولم يجرح المشاعر ولم يقول خنتي ولا كذبتي ولا طعنتي ولا غشيتي لان توفيت فقال هذا الذي ارجو ان الله عز وجل جازاني به نستفيد من قصة هذه شي حبايب الصبر ما شاء الله لا قوة الا بالله جبت انت الصبر 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 كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه لكن عواقبه احلى من العسل يقول الشاعر الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل ما تمشي الحياة الزوجية الا بالصبر سمعون يا من الزوجين يا عرسان جدد لابد من الصبر فرى الدنيا ما هي بجنة الا ان فيها جنة الايمان اما غير كذا لا جبلت على كدر على نكد لقد خلقنا الانسان في كبد في الهم في الضيق في الزعل لا تظن ان بعض من صور الحياة الزوجين انها سعادة تامة ابدا بيت النبوة في افضل بيت النبوة بيت محمد عز السلام حصل فيه حتى الطلاق حصل فيه العتب والهجر هو افضل البيوت الزوجية بيت محمد عز السلام فلا تظن ان بيتك سوف يسلم اذا لابد تعود نفسك في شي بيصير في خلاف وعلى قولتهم ترى هذا ملح الحياة على فكرة اذا انت دائما عسل 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 ما قد يوم ذقت مرارة العلقم ولا الملح ما تحس بحلاوة العسل لكن احيانا عسل ثم غيرها ولا ليطايح بس مضغوط دجاج مضغوط دجاج مضغوط دجاج بمل لكن يوم مضغوط دجاج يوم مشويات يوم بتشتاق للمضغوط حمتوني لذلك الاستمرار حتى على ما تحبه النفس بيأتي يوم تمل جيت على الجرح انا والمضغوط طيب انا ما ودي اسمع منكم وسامحوني عشان الوقت شرايكم تسمحون لي بس ولا بعطيكم دقيقتين اذا عندكم تعليقات عشان الوقت راح لا اوقف لا يوقف قولوا لا يوقف لا يوقف خذوا القصة الثانية اجمل منها مع الامام احمد بن حنبل اذا عرفنا ايش اول حاجة نحتاجها ايش الصبر الثانية واستنبطوا لي ايش الفائدة اللي منها الامام احمد بن حنبل رحمه الله اسمعوا الكلمة اللي قالها ركزوا معهم الزوجين الكلمة التي قالها الامام احمد بن حنبل تزوج تزوج ومكث مع زوجه يعني زوجته ايضا 15 سنة زي اخوينا الاول نسابون مكث مع زوجه مع الزوجة 15 عام حتى توفيت ام عبد الله اسمها ام عبد الله توفيت فلما توفيت سئل عنها كيف كانت هي من زوجه كيف كانت معاك بعض الرجاجين اسمحوني يمكن حتى ما نقول رجاجين بعض الذكور سيء عشرة الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يقول من اللي افترق ولا راح يقول لا تنس الفضل بعض الناس لا اذا ماتت الزوجة ما يذكر محاسنها يذكر عيوبها مع ان يمكن عيوبها لا تقارن بمزاياها عيوبها لا تقارن بمزاياها جاحد جاحد ما يثني عليها ما يذكرها بخير بعضهم لذلك من الطرف خلنا اقولها بس نضحككم ضحك مشاهدين ان في واحد اه متزوج ويوم ماتت عجيزهم يوم ماتت العجيز حزن عليها وقعد سنة سنتين جاء عياله وقال يوبها تزوج انت الحالك ووحيد ما حولك احد تزوج اقنع قال يا بعد امكم ما في زواج اقنع وانين تزوج يوم تزوج اختاروا واحدة في نص عمره على قولتهم واحدة متعلمة فاهمة واحدة عارفة الدنيا فاحسنت التبعول اليه احسنت ايش التبعول اليه اهتمت به تغيرت نظرته يوم جوقت عيد الاضحة قال افلان قال سم قال اليوم نبقى عيد نضحيتين طب ايش القصة هي انسي في جزء نسيت انا انهم كيف ماتت العجيز يقولك عضا كلب وماتت عضا كلب سمى مات وماتت يوم جوقت عيد الاضحة قال يا افلان ضحلنا الليلة خروفين قال يا باه كل سنة خروف قال خروف لنا وخرف عن الكلب اللي عضمك هذا 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 طرف لكن هذا فعلا في بعض الرجال سيء خلوك مثل هذا خلاص راحت تذكرها بخير راحت اذكرها بخير حتى لو ان الله عزو اكرمك بزوجة فيها ما لم يكن في هذه خلاص ولا تنسوا الفضل بينكم الامام احمد بن حنبل لما سألوه عن زوجه عن امي عبد الله قال اسمع الكلمة الذهبية قال صحبتني ام عبد الله او صحبت ام عبد الله خمسة عشر عاما ما رابني منها شيء الا مرة واحدة يقول خمسة عشر سنة ما جاني منها زعل ولا اختلفنا الا مرة واحدة وكنت انا لها ظالمة يقول انا كنت غلطان يقول خمسة عشر سنة ما اختلفنا ما زعلتني ما ضيقت صدري يقول انا من روح لاختلفنا وانا اللي كنت غلطان انا اللي ظلمتها هذا الامام احمد يعطينا درس في ايش في ايش صبر قد قلناه قبل شوي وين صح النوم ها هي ابا كلمة انا بس انا وفاء بعدي اذا الوفاء اجمل وفاء لما يكون بين الزوجين اذا جاك الشيطان خذها كلمة الان اذا جاك الشيطان يهول لك بعض الامور اذكر وقفاتها اذكر تعبها عشانك اكيد لها تضحيات اقل شي قابل هذا بالوفاء اذا نحتاج في حياتنا الزوجية الى وفاء بعد الصبر ايش وفاء الوفاء خذوا الثالثة عشان الوقت يمشي وانا والله كانوا بيقول اشياء واشياء في دقيقة بس عشان فضل هذا من القصص اللي قريتها مرة واحد جاء بيني وبين زوجته مثل المشكلة وكانوا يجون يقولوا واشي المشكلة وكذا قبل فتنا المشكلة قال ما اقدر اقولكم الحين وطلقها يوم طلقها جو قالوا قلنا واشي المشكلة او جو عندها قالت انا ما قلت الصوت الصوت قالت انا ما قلت واشي المشكلة وانا على ذمته بقولها وانا بزيد فارق ذمته لما عادوا بزوجي ولا ففيه للأسف ان حتى اذا حصل الطلاق مفروض ان الواحد ما يلحق المره بكلام ولا هي تلحقه بكلام خلاص ما حصل الوفق وتوفيق كل الراح فيه دربه استر عليه واستري عليه حتى الاول مشكلة بسيطة لا تقولينها شيء نصيب ما حصل والله يستر عليك مسلامتك الله يسلمك الله عطانا ياه ولا تنسوا الفضل بينكم جميل جدا لمسة الوفاء اللي انت اكملت فيها الفائدة فعن خلاص رزقون قطع الله بيسوق لها الاخير بيسوق لك الاخر طيب نجيل القصة الثالثة الله يرحم الحال اي والله حفلات الطلاق اي والله هذي من الآن حنا نعرف حفلات الزواج حفلات الطلاق نعم هذي بسلبيات حفلات طلاق من السلوكيات على فكرة كلمة اقولها لاخواتي انا حبايب اسمعوني اعيالي كلمة اقولها فعلا كلمة اقولها اخواتينا اللي فعلا حصل الطلاق ايش الفائدة من حفلة الطلاق ايش الفائدة اولا خسارة فلوس والله ما قادها خسارة فلوس وسمعة لا يغرك ان يطلقون حولك ترى الناقدين اكثر الذي ينتقدونك وينتقصونك اكثر من اللي يطبلون يصفقون لك يرقصون معك بالعكس قد هذا يجعل لك سمعة سيئة حتى لو في رجل بيتقدم اليك هذه النقطة تجعله يحجم ما يقدم عليك لان هذا يرى هو من السوء من العيوب التي انت اظهرتيها بسرعة اختصر اقول يزيلك يا شيخ انت جمل يا شيخ ممكننا ناشبلها وكل عشان ممكننا مصيبة معها الرجال يعني شين شين بشكل ما تتصور شيخ خلاص الله فكك منه لذلك هنا نقطة مهمة جدا لا نكون نحن من الذين يسنون السنن السيئة لا نكون من يبتدعون لذلك تعجبني كلمة للامام احمد قالها لابنه عبد الله احمد بن حنبل قال يا ابني لا تكون رأسا ان الرأس كثيرة لوجع لا تكون رأس لا تكون انت السبب في اطلاق منهج خاطئ ولا فكرة خاطئة ولا سلوك خاطئة ترى الناس يتبعونك تجر انت الاوزار يوم القيامة تأتي باوزارك اوزار من تبعوك الى يوم القيامة اذا قلنا ايش الوفاء القصة الثالثة قصة رجل هذا الرجل وجد من الزوجة حبا عظيما هذه العالة يعرفها وجد حبا عظيما من الزوجة في ظل انها وجدت من الكره والبغض ويتحبوا حب عظيم فكلما ازداد بغضا ازدادت حبا وكلما ازداد تقصيرا ازدادت اقبالا وعطاءا وبذلا وش النتيجة والله اني يعرفهم الثنين اصبحت من احب الخلق اليه اصبحت من احب الخلق اليه لذلك الله يقول ايش وجعل بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة المودة ايه الحب المودة الحب ونقدر نقول مودة يعني مشاعر قلبي رحمة تعامل ظاهري شيء ظاهري وشيء باطني مودة ورحمة على فكرة احيانا انت تحب الطرف الاخر والطرف الاخر لا يحبك ماذا تصنع اصبر وتقرب وتجمل وقدم افضل ما لديك والله ليأتيني يوم كما حصل لهذا تصبح انت من احب الناس اليه من احب الناس اليه لذلك من الامور اللي احتاجها نحن في حياتنا الزوجية ماذا الحب الحب لكن اذا ما حصل حب مو معناة الحياة تنتهي ركزوا على الكلمة هذه الله قالوا اجعل بينكم مودة ورحمة قد ما يكون في مودة لكن يكون ايش رحمة على فكرة كبار الاسر والعائلات اللي نعرفهم ترى كثير منهم ترى ما يعرفوا حاجز ما حب تقدير احترام واصبح عشرين ثلاثين سنة متزوجين مع بعض وعيش سعادة لكن ما تجري ممكن نوع من الالفة ما في الحب الحب اللي يقولون حب تلقى ما بينهم حب وهذا اكدوا سيدنا عمر عمر من الخطاب ماذا قال قال ما كل البيوت تبنى على الحب قالها مع اني اعترض على احد الفضل خرج قريبا يقول اخطأ سيدنا عمر لا ما اخطأ سيدنا انت اللي اخطيت يقول اخطأ سيدنا عمر لا بد من الحب لا بد من الحب لا بل احيانا تنجح الاسرة وتستمر الحياة ولو لم يكن منسوب الحب في المعدل المطلوب ان وجد الحب هو الافضل والاكمل والاجمل لكن انت انظر الى الزوجة وانت ييتو الزوجة انظر الى الزوج يقول رسول الله لا يفرك لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلق ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر واش معنى يفرك اي لا يبغض لا يبغض لا يكره لا يعادي لا تكره زوجتك او تكرهينه عشان في عيوب واشياء معينة يمكن مع الايام تعالجينها لا يفرك اي لا يبغض ويكره ويعادي مؤمن مؤمن اي زوج زوجة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر نقطة مهمة جدا تريد تحب شخص انظر الى محاسنه لا تنظر الى مساويه هذا مشكلة نحن ما عندنا توازن حتى في الحكم تلقى ميزان السيئات عندنا ننزل ونعبهم عنهم كان قليل وميزان حسنات نخسبه لو كانوا اعظم شيء لذلك الحب مطلوب حتى تكون الحياة الزوجية جميلة لكن ان لم يوجد الحب انظر الى اعتبارات اخرى وكما قلت الله اخبرنا مودة ورحمة قد ما يكون في مودة تكون في رحمة والرحمة هذه مع الايام تجلب الحب كما حدث مع هذه القصة اللي عرفهم عرفهم احبت احبت وقدمت وبذلت فاتت اخر الايام اصبح حاذر زوجه حبها حبا عظيما حبا عظيما اذا نحتاج ليش الى الحب في حياتنا الزوجية اذا ما تيسر الحب هناك اعتبارات اخرى قد تفي ومع الايام وحسن التبعر والبذل والعطاء والتضحية باذن الله يأتي الحب على فكرة لما تتزوج واحدة انت الرسول قال الصحابي هل رأيتها قال لا يعني ما كان يعرفها اصلا يعني ما كان يحبها اصلا لذلك هنا نقطة مهمة جدا بعضهم يقول لك لابد من الحب قبل الزواج كيف يجي الحب قبل الزواج لا نفهمها يعني انا ابو اندخلها في عقولنا شوي كيف يكون حب قبل الزواج الى ذكا في علاقة واخذوا عطا غالبا وحيانا تحب واحدة من خلال الصفات اللي تأتيك وقريبة لك لكن احيانا قد يأتي الحب عن طريق تواصل اذا الحب الحقيقي الحب الحقيقي الذي قالها قال العلماء الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج يأتي بعد ما تعرف شريكك تعرف مواصفاته تنظر الى تضحياته الى بذله الى عطائه مع الايام مما يقدم لك من اسباب المحبة تحبه وتعظم المحبة في قلبك اذا نحتاج الى الحب الملكة كيف يعني انت اذا شفته عجبتك بذرة بذرة المحبة والأيام مع الايام تسقيه وتنمو اشد انواع الحب بجايته يولد راحي اني الشخص اكره هذا الشخص في النهاية يصير اغلى واحد عمي يصير اشد انواع الحب اشد انواع الحب ايش يولد في البداية كراهي اني اكره ويكره نعني هذي يبغالها لاني يكسر تامر انه ممكن في البداية لا يحبها لا يمكن كره انا قلتها انا لك ما كان في كره انا قصد ايش يقول لي قصدك انت اذا تم الزواج ولا قبلها انت خطبت امرأة وتقدمت اليها واثنوا عليها وجدت فيها ما تريد وترغب من صفات شكلية من سمعة طيبة ثم تملكت ويوم تملكت ودخلت ايها ما حبيتها ما دخلت القلب خاصة ما يكون عندك سباب منطقية خلوة منطقية منطقية عندهم ما يشوفون الشرعية اكثر جدودنا يا ولدي واكثر حياة السابقين انا اعرف بيوت كثيرة انا اقول لك ما اشافها باش متسبب عن الزواج انا 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 يا شيخ وجهة نظر حنا لما نجي نتكلم اسمعوني اسمعوني حنا لما نتكلم عن الجوانب الشرعية لابد تراها لكني انا اتكلم عن جانب اخر جانب المحبة والالفة انت خطبت امرأة ملكت عليها وتزوجت ورحت نتويها ما ارتحت الها انت وهي ما ارتاحت لك على فكرة هنا نقطة مهمة جدا نحتاج نتكلم عنها بعدين ومسألة اول ايام الزواج المشاعر متلخبطة لاسباب خاصة جدا تتعلق بليلة الدخل على ما يقولون كل مرأة خايفة تخاف منك تنفر منك شي طبيعي له اسبابه الخاصة اللي ادبه ما تطلح الان يعرفون الزوجين بكرة تنقل بمحبة فهمتني البغض والكراهية هذه لها اسبابها المنطقية نعم ما لا اسبابها المنطقية لها لا تستعجل تدمر حياتك من بدايتها فهمتني انا كثير من اسر المتزوجين اتوني شباب اول ايام الزواج هي تبكي وخايفة وتبغى عندها لها وهو ينفر ومن ذا الكلام والسبب ايش سبب معروف ادبا ما يطرح الهواء الان يتعلق بليلة الدخلة وسمونا فوبيا ليلة الدخلة بكرة يتجاوزون هذه المرحلة تصبح هذه المرحلة احب انسان عندها هذا الزوج وتصبح هذه المرحة هي احب النساء اليه بعدما تجاوزوا عقبه لا بد تمر في حياة كل زوجين في ليلة الدخلة اول ايام زواجهما ترى الوقت بيروح خلنا نكمل يوالله كبل اشياء خلنا نكمل طيب انا اقول لك الوقت راح انا ودي بس اكمل عشان الفواد اللي عندي طيب التضحية معاكلة ستة صلة الموضوعات الحباء جميل التضحية والعطاء والوفاء انا اليوم قدمت الفائدة قبل القصة عشان نكسب وقت يعني من اجمل القصص التي معاصرة حصلت في احد مدن المملكة من اجمل القصص تزوج بمرأة تحبه ويحبها هذه نستفيد منها ايش انه لابد من التضحية والعطاء بين الزوجين مركب كلنا نقوده سوا الزوج والزوجة لابد انا اقدم وتقدم بدون استغلال للطرف الاخر لا حنا نكمل بعضنا نكمل بعضنا فهذه القصة جميلة جدا الزوجين بعد خمس ست سنوات ما في عيانه الزوجة راحت طبعا والزوج بعد خمس ست سنوات تكشفون عند الدكتور اخذ العينات اخذ التحاليل ف اش اللي حصل ذهبوا عساسوا اليوم بكرا يجوا للتحاليل جاء الزوج يوم دخل عندنا للدكتور قال له الدكتور ترى انت سليم ما فيك شيء المشكلة في الزوجة الزوجة عنده مشكلة هي المؤخرة الانجاب وعقم يحتاج الى علاجات وذيو لكن صعب جدا الانجاب قال له طيب يا شاب بغى منك حاجة دكتور قال نعم قال بكرا بأجي انا وزوجتي لا تقول السبب فيها تقول السبب فيني انا سلام لا تقول قال ما اقدر قال لا ارجوك هذا حياتنا لا اريد اكسر قلبها لا اريد وحط مشاعرها لا اريدها ان تنظر لنفسها بعين النقص فيؤثر ذلك على الحب والحياة بيننا فما زال يقنع الدكتور لنوافق وفعل اليوم الثاني جاء ان لو الدكتور ترى يقول ترى بش طلعت النتائج انت يا فلان انا ترى انت سليمة ما فيك ترى المشكلة في الزوج لكن لعله ان شر يتبع بعض التوجيهات والعلاجات وان شاء الله المور طيبة قامت هي تصبر زوجها في البداية ان شاء الله وارزاق وتمر الايام وفوق الخمس سنوات خمس سنوات هنا بدت المشاعر الامومة تتحرك في قلب الزوجة خاصة تشوف خواتها اللي عندها عيال واللي يضحكون بدت تقول له يا فلان يعني ترى خمس سنوات ثلاث خمس سنوات وانت اشوفك ما اهتمت بعلاجك قال ان شاء الله انا باهتم وباشوف قالت لا انا صراحتا وصلت للمرحلة ما ادى قد اصبر عشر سنوات راحت من عمري قال لي يا فلان اصبري والصبر وكاذا قلت ابدا وبعد قلت الحياة ووصلت المشكلة وصلت لهلها قال خلاص انا يا ام انو يعالج نفسه ينفترك قال خلاص انا باهتم بعلاجي ويحاول فيها وافقت تقعد معه سنة تقعد معه سنة خلال السنة هذه ساعتها اما نعالج نفسه ولا عاد الفراق ما علمها خلال السنة هذه ان لو المرأة صار عندها فشل كلوي فجأة كذا عندها فشل كلوي لازم تبرع كلها لازم طبعا الزوج يبحث ويشوف في الاخر قال لقينه واحد يتبرع بكليتو وجاب واحد من احد الدول الخارجية قال له هذا يتبرع بكليتو مقابل مبلغ يوم وقت العملية طب بعد يومين قدامها ابوها واخوانها زوجها مو موجود سوت العملية بعد يومين ثلاثين لاجهها زوجها اجتني مشروع خارج المملكة انت خاين انت اصلا عارف ان غلطك اني الزوجتك تقول له حتى في هذه اللحظات تتركني بين الحياة والموت انا بين الحياة والموت وتتركني سامحيني وكذا وبشري باللي يرضي كلهم اقنعها اقنعها وطيب خاطرها بكم كلمة بكم هدية رجعت البيت سبحان الله الله اراد انها تحمل حملت وجاه المولود لما جاء المولود هذا هدى الامور هدى الامور بينهم وتمر 12-13 سنة ويوم هي داخلت المكتب حقه الخاص عنده مكتب فلقت دفتر المذكرات حقه دفتر المذكرات وهذا دائما يخبيه ويقفل عليه هذا كل يوم طلع مستعجل ونسيه ناظر الا دفتر المذكرات حقه تفتح تقرأ قرأت كل شيء قرأت التضحية واللي خلان فجرة تبكي ان الكلية اللي فيها كليته تبرع بكليته لها وقال لا تعلمونها لا تدري عشان ايضا حافظ الى اخر درجة على مشاعرها اللي جابوا جابوا قداما كذا وعطا قرشيه وراحول اللي سوى العملية بعد ما فحص وجدت التطابق خذ كريتو كان في الغرفة اللي تحتناك في ان الحياول ماتهو ما تدري عنه ثلاث ايام ما تدري والمستشفى عطاهم انه ما يعلمون احد حتى هلا ما يدرون فجرت بكت بكت ثم تتصل عليه رد على نعم هلا حبيبتي قالت انا لقيت دفتر مذكراتك وقرأت كل شيء سامحني يقول الزوج اخر قصته يقول لي اربع شهور الان ما ترفع وجهه في وجهي عيونه في الارض حياء مني وخجل مني واصبح هذا الزوج عنده احب اليها من اهلها من نفسها هذه التضحية والعطاء واليثار قصة واقعية انا قرأتها في احد الكتب وقعت وعارف المدينة اللي وقعت فيها وين في احد المدن من المملكة هذه نموذج والنماذج كثيرة انا اعرف ايضا نموذج مثل هذا واجمل للتضحية والايثار ما اجمل التضحية والايثار بين الزوجين اش رايكم انا باختصر للوقت قرب بدي اتكلم على الوقت شوي ايضا ماذا الصفراء الوقت بعد بتكلموه كم باقي الاذان الاذان كم باقي عليه كم الساعة باقي باقي عشر دقايق طيب من الاشياء المهمة بين الزوجين اسمعوها اسمعوها بين الزوجين اها الشياء المهمة جدا بين الزوجين هي ما هي هي انماط الشخصية انماط الشخصية كيف اوضحها لكم كيف بينا اكيد بس اوضحها للناس انا حاولت يكون خطابي سهل ميسر بسيط اي واحد من الزوجين يفهموا انماط الشخصية هذه من خلال هذه القصة الجميلة تتضح لنا احدى كبار الاسر في الخليج طلبون الاستشارة خاصة جلست اتيت على اساس ان عندهم سحر تفريق وفي جن عاشق بعد الاسئلة والاستفسارات والنقاش اتضح انهم لا يعانون من هذا كلها لا سحر لا جن لا ما شاء الله ايش المشكلة عني الزوجة تقولت ما يحبني الزوجة قوله ينافره مني ما تدانيني وحس جفاف عاطفي بيننا وحس 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 فلما سألت ورقيت وناقشت التضح لعرفت ايش المشكلة المشكلة في انماط الشخصية حسي بصري لمسي سمعي حسي بصري سمعي الحسي هو الذي يعبر عن مشاعره من خلال الوجدانيات والاحاسيس الحسي ليعبر عن طريق الورد والشموع والبيت الشعر الغزل والعواطف والمشاعر البصري ليعبر عن حبه بالماديات بالهدايا بالاشياء المحسوسة والملموسة الزوج بصري والزوجة حسية هي على قول اسمحولي شوي تطبط الليالي الحمرة والورود والشموع وتحط القلوب اللي على هنا قلوب هنا قلوب على المراية اللي كبرى واحبك وانت الدنيا وانت الحياة وانت وحطت للورود الحمرة اي ويا يلغلى فهو هذا مو نمطه هذا مو نمط شخصيته فيه تشوف انه جاف مشاعر ما يحبها وهو يعبر عن حبه دي ماذا بالهدايا بالخواتم الالماس بالسيارة الفخمة اللي جابه عند الباب بالحساب في البنك يصكب ذاك المبلغ الفلاني بالتمشيات اللي فيها اكبر الاماكن بالاشياء المحسوسة بالماديات اشتري لها السيارة فاخرة ايه اشتري عائلة عرفة معروفة انا اشتري لها السيارة فاخرة انا اتكلم عن رجل هذي امكانياته ايه كل رجل من خلال نمط شخصيته البصرية ويحكم على مشاعرها من خلال هذا النمط هي نفس الشيء تعبر عن حبها من خلال نمطها الحسي وتحكم على حبه لها من خلال هذا النمط شوف انه ما قد يوم قال لها احبك او كتب لها الاشعار ولا خذف ليلة رومانسية ولا وهو نفس الشيء يقول ما قد يوم جابت له هدية زي ما جبنا وردب ريال ولا وردب المبلغ حق دورتهم هذا الخلام يا شيك وردب كذا هذا المشكلة اختلاف انماط الشخصية لذلك انا رسالة اوجهها لكل زوجين خاصة لا زالوا في بداية حياتهما تعرفوا على هذا انا دخلت كثير من البيوت والاسر وجدت من اسباب النفرة والمشاكل بين الزوجين واتهام كل زوج للاخر بانه ما يحبه هذه القضية نمط الشخصية لا بد تعرفين نمط زوجك ايش وانت لا بد تعرفين نمط زوجتك ايش عشان لا تظلمها وانت لا تظلمينه لا تظلمينه ما يحبك تلقين يمكن يحبك عب الجنون ويموت فيك بس يعبر عن حبه من خلال نمط الشخصية حقه وانت ايضا لا تظلمها ترى يمكن انت اغلى من عيونها انت حياتها لكن تحكم على حبها تتبيلك حبها لك من خلال نمط شخصيتها اهتموا بهذا الجانب وانا احط وارفع يدي وتعية وتقدير للمراكز الاسرية التي تقيم مثل هذه الدورات مهمة جدا ان نتعرف اليها لذلك مهم جدا للزوجين والعرساء الجدد ان يقفوا على هذه مهمة جدا انماط الشخصية انا باصل اللي عنده الاذاني ترى جهز نفسه بعد سبع دقائق مهمة جدا مهمة جدا انماط الشخصية ترى مهمة جدا طبعا ايش اللي انكمل قصتنا مع الثالة اثنين فقلت له انا قلت له ممكن يسألك سؤال قالت اسأل قلت له تحبينه قالت اموت فيه ايو والله قلت انت تحبها قالي حياتي ايو والله قلت شفت انكم تحبون بعض مشكلتكم ترى له سحر ولا جن مشكلتك ان هي حسية تعبر عن حبها من خلال نمطها وتحكم على حبك من خلال نمطها وانت ايضا تحكم عليها من خلال نمطك البصري لذلك انت تحبون بعض افهموا هذا وتثقفوا فيه ويعرفوا وحاولوا تلتقون نقطة في النص كون مع بصريتك نوعا ما حسيا وكون مع حسيتك ادخل معها البصرية اجمعوا بعض وبذن رب العالمين تجدون السعادة ويتضح لكم هذا مهم جدا والله مهم جدا على خشمي من ايضا من المهم من اشياء المهمة جدا بين الزوجين التبسط والانس وانك تشيل الكلفة بينك وبين الزوجة بعض الناس تتعامل مع زوجته كأنه تتعامل مع معظف عنده في المكتب وبعضهم تتعامل مع زوجته كأنه تتعامل مع ابوها بعضهم تقول الزوجة طال عمرك والله بعضهم تتعامل معا يا هي يا هم فلان يا ولد لا لا هذه زوجتك هذه قطعة منك انتوا تكملون بعض على فكرة خلوكم معي يا يوني يا روحي يا قلبي نادى باسمها فلانة او يا حبيبتي الرسول كان ينادي عائشة يرخم اسمها يقولها يا عائش يدلع اسمها يا عائش هدلعها يا عيوش ليش لا يا عيوش نادى باسمها يا ولد تعزبه تستراح مع الشباب لا لا بعضهم يستحي نادي بزوجته وصف المجلس او في مكان يا ولد يا هي يا كذا طبعا ما ندعي يا عائشة انا اقول مجلس لا اقول لك بعض من ينادي في الصالة في الصالة البال عبا بدعا يقول يا فلانة يا بنت عندك اتكلم ابوها موجود اخوانها موجودين ها يا المحزم ما يقول يا فلانة يا ها يا ولد ولا ليش ليش الرسول يسأل الرسول السلام يسأل ارحبا اشتكم السلام وبركاته حياك الله استرح يسأل انا ترى مستأدم مني عشان لا يسأل من احب الناس اليك ما استحقوا قال عائشة عائشة امهات المؤمنين كنا نعرفهم بل الصحابيات كثير من نعرفهم بس معهم بالعكس لما انطق اسم زوجتي فخر لي فخر لا مهو بعيد منك تذكر اسم زوجتك لو حتى في اي مكان امك بالمناسبة احد المشايخ كان يقول لا شبيكم تستحون من اسمها امهاتكم يقول اسم امك كيف تخربها اسمه عبد الرحمن الشيخ هذا قالوا يا شيخ عبد الرحمن قال اسمه قال شا اسم امك قال امه عبد الرحمن اشيخ في واحد اكمل بصنك طبيع شا لا انزل اخذ راحتي انا اش قصدي قصدي انه هذه جزء منك شين الكلفة بينك وبينها الكلفة التي لا تذهب الالفة اكتبوها ترى حكم طلعت اليوم مني الكلفة التي لا تذهب الالفة بعض الكلفة لو شلتها تروح الالفة يعني بعض الناس وصل من شيلة الكلفة بينه وبين زوجته طلت الادب وسوء الادب لمرحلة احنا طلعوا بعضهم ريح في المجلس مقدم بعضهم هذه قلت الادب هاي هذه كلفة تذهب الالفة نريد شالة الكلفة تذهب الالفة هذه لا نريد انك تشيل الكلفة التي تزيد الالفة القرب منها حبها البوح بحبها بعجابك بها بثنائك عليها بقربك منها هذه لابد لا تحط دانك وبين زوجتك حواجز انتم شخصان في جسد روحان في بدن اما الكلفة التي فعلا تؤثر على الحب وعلى انك تراه بمظهر جميل ورائحة اجمل لا ما نبغى هذه لا تشيلها خل الكلفة هذه موجودة الكلفة هذه موجودة من ايضا المزاح مع الاهل بعض الناس رسمي ببيته ايه لا وين المزاح الرسول كان يمازع عائشة مو بذل درجة تفقع على وجهها بمخدة يا حبيبي لا هذه بنت ترى لا طشاشات ايه طشاشات من مشكلة مخدة رغوة رشاش اشتغلت البحة اقول هذه زوجة حبيبة بنت لطيفة رقيقة ما انت في استراحة مع شباب بنت لا حذرا والله لو يجي يلقاه يتحاذفون بالوسائد ولا يطشون لقوله جاع ايه الان سلم في فرض سمحوني بس دقيقة لابد نفرق بين المزاح بين الاصحاب وبين الزوجة هاي بيكسر قباتها هذي اولا على فكرة ترى هذي انثى رقيقة عندك في الاستراحة عيارة وبعارين لو تخبط في الان بكرة ما جايش ايلا يضحك تخبط في العصو يضحك لك لا هذي لو تذبها مسكينة بكارتون هذا توجعت وطاحت لا لا وانا الرقة وانا اللين وانا وانا الرقة بشير ا 오ها جايك لا انا ما لاتتارك اك راجعوة وانا الرقة وانا اللطف وانا اللين امزح المزاح اللي يناسبها يناسب منوثتها يناسب antagonوثتها يناسب رقتها فهمتني؟ اما لا تمزح مزاح الجادي معها شو奋ي الرغيق انتي مال اوة بتذوج طيب لو جيت تتزوج دلازم تاخد دوره انت تتعامل مع النساء لازم لابد تفرد لابد 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 الخلاص شاهد 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 تفضل نحن بسلبة بعض البنات خالد هناك تعال رجع خالد بيأذن رح طيب سوي اللي يعجب ننتقل الاذان بعد الاذان كمي الحديث هذا ترى حديثه شيق وانا انا انا قاعد اختصر لاني سرع ابو ابو شيء اشتركوا في القناة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة 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 اشتركوا في القناة 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 دخلوا غرفة النوم إلا انفجرت تبكي تبكي شفيك ابنت الناس من أحد الدول العربية قالت أنا ما بيك أنا أجبروني عليك تراك جيت وأنا مخطوبة لواحد من قرائبنا وملكتنا كانت قريبة يبيني وبي وخاط من قبلك وملكتنا محددة بس أجبروني عليك عشان الفلوس شافوك فلوسك زوجوني عليك عشان فلوسك سكت خرج جلس في المجلس ثم قعد حوالي نص ساعة ساعة منذ الكم جلس ثم جاء قال لها شوف يا بنت الناس لو وديتك عنده هلك الحين ولا بكرة ترا شيء انت في حقك الناس بيقدحون يقول فيها عيد فيها بلاء فيها شر فيها سوء اصبر كميو وربنا بيكتب لنا مخرجنا وياك وخلها سبوع منذ العشر تايام حوالها مكرمها لا يجيها ولا ولا أنشدها لها ولا يقول حبا شركم طيبين بعد سبوع وعشر تايام تقريبا شالها معززة مكرمة ودا عندها لها وحطة عندها لها قال هذا بنتكم عندكم والله ما جاني منها اللطيب من خير تملقيت من النساء والله لا فيها عيد ولا فيها عذروب ولا فيها شيء لكن انا شفت نفسي والله ما اني قادر على الزوجة الثانية ومانا من لي بيض الوجه وسامحوني وما جاها هديت لها وما جاكم ترا هديت لكم الله يعلم سيبا سيبا اي والله اي والله اصبر قال لا ابدا تلقى خير مني وترى والله ما منها العيب ولا منها القصور ولا مني انا وما شو تطلقها قبل خمسة وعشرين سنة القصة دي قالها الرجال لي عرف الرجال وحنا الان نذكره ندعيله بيض الله وجهه هذا الرجل الكريم ان امسكها اكرمها وانفارقها ما اهانها لذلك الكرم وصفة الكرم مطلوبة بين الزوجين كوني كريمة مع زوجك مو بس فلوس اخلاقك تعاملك وايضا على ذكرة اكرمي اهله وانت يكرم اهلها خل الكرم يمتد بعض الناس يكرم الزوجة لكن قسر مع اهلها لا خل كرمك يمتد الاخارب لابوها وامها اذا شافتك تكرم اهلها حبك يتضاعف وانت كذلك اذا شافك تكرمين امه وامه وامه حبك يتضاعف في القلم انا باختصر عشان نلحق الصلاة باقي بس نقطتين اقولها فيه هي مسألة من التغافل التغافل بين الزوجين التغافل يقول الكنترول يقول مستمتعين هذا يمدحون فيني ازاف الله التغافل بين الزوجين لا تخلي من الحب اقب وانتي مشيها فمتيني مشوها يعني اذكر مرة يعني بغيت يعني الله اعلم بالحال بقول قصة لو قلتها يمكن الليل انا انام في الحوش تعطوني اخافا انام في الحوش فعلا بزاعدك بزاعدك اي والله لا لا يضر ابا يطبعكم لكن التغافل يعني الدنيا لابد تمشي بالتغافل سمعوني بيوت سمعوني يا شباب ايه بالله لابد نوع من التغافل بين الزوجين الملح نقاص اليوم في الطبخ الدقيق اليوم والله ما امدام ساكنة تطبخ زين ولا انشغلت مشه بالجبن الزيتون يا ما سوت لك المحاشي والمشاوي وحرقت يدينا وحرقت يدينا من عشانك اشغل اليوم بس ما امداها تعبانا مصدعة تقوم تقلب الدنيا عليها مشها وانتي كذلك انتي انتي ما قدري يوديك اليوم اخ اقولت مسبوع هذا مواعدي كان يوديك المحل فلاني ما استطاع مشيها مشوها تمشي الدنيا بالتغافل بالتغافل والتغاضي عن دقائق الامور تمشي الحياة اذا والله قصر في شيء تذكر والله قد سأوه قد فعله قد حرق يدينا عشانك وانت نفس الشيء مشوها الدنيا لابد تمشي وعلى فكرة هذا التغافل له لذة يجربها المززوجين لما اتغاضي انا عن جانب زوجتي تعرف باختصر انا باقي ثالث ربع نقاط كذا على طول ايضا من النقاط المهمة بين الزوجين جبر الخواطر جبر الخواطر التقدير الثناء على ما يقدم مجلس لا تروح هذا بهمك ترى خذوا القصة دي مرة حرمة من كلها حول عشرية سنة مت مساكينة مولعة نفسها كله وتهتم بالطبخ والاكل يوم الايام قالت لما قلطوا على الغداء يوم قلطتهم الا حاطت لهم برسين حاطة علف تكرمون حاطة ابن من الزوجة وعيالها قالت قوموا جلسوا للعلف تلانا انصف قتي اش فيك قالت والله عشرين سنة ما قل يوم ما دحتوا طبخة ولا اكله ولا شيء مش دراني لكم تميزون بين الاكل ولا ش بيرق بينكم بين طبعا هذي قصة مادرية حقيقية ولا لا وصلتني القصة كده لكن فيها رسالة رسالة نعم يا اخي امدح طبخة مساكينة اعرض لكم بعض الحريم والله مساكينة تقوم تحرق عمره حرق وتقطع عمره تقطيع والله وبعض العسر والقبائل عندهم موافع يسمونا برا عندنا في الجنوب تطلع تحنذلوا برا حنيد وتسولوا جوه مغشات مغشات الحجر طبهم فيها وتسولوا شيء تولع الدنيا عشانا ثم تحط له يبقى بس كلمة تسلم يدينك طلع ما قال تسلم يدينك من اجمل ما ذكت المرأة على فكرة والله اسألوا مجرب حول ثلاثين سنة وانا متزوج والله المرأة كلمة تسلم يدينك يا بعد عمري تسوى الله لو تجبلها طاقم منها لين هنا ذهب الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة تملك بها الرجال كيف ما تملك بها المرأة صاحبة المعاني والمشاعر والاحاسيس من النقاط اللي اختم بها قبل الاخيرة مراعاة النفسيات كيف مراعاة النفسيات لا بد يكون الزوج ياخد دورة عن النساء كيف لا بد تعرف المرأة اذا ما عرفت من المرأة واش تكوينها واش طبيعتها يمكن بكرة ثاني مرة جايبة عندها لا ولا مفترقين واللي بقى اقوله الان كل النساء يشتركنا فيه لا تقول الله يمكن لقالي واحدة ما لا المرأة عند العذر الشرعي مثلاً عند العذر الشرعي عارفين نفسية تتغير على الفكرة هرموناتها تلخبط تتعب بعض النساء تحتاج مستشفى على فكرة من شدة المعاناة لذاك تجدها في هذه المرحلة الشهرية النفسية تتغير الطبع تتغير الجهد يتغير وكل النساء كذا لا تقول الله هذا قلبي خناش واحدة غيرها كلهم كذا كل النساء كذا هذا الله خلق بنات آدة بنات حوى على هذا لذلك لا بد تراعي هذا الجانب انت اياه الزوج راعي نفسيتها اثنان الدورة الشهرية راعي نفستها في الحمل راعي نفسيتها في الوحم راعي نفسيتها في الولادة لا بد تراعي هناك شيء يسمونه اكتئاب ما بعد الولادة اكتئاب ما بعد الولادة اذا ولدت بعض النساء تجيها اكتئاب حاد تكره الزوج تكره الدنيا وتبكي وده تنتحر مو بيدها غصب عنها شيء الله خلقه فيها لذلك كل زوج نصيحة اللي متزوج لا بد يعرف واللي بيقدم على الزواج لازم يعرف عشان يعرف يتعامل مع هذه المرأة يتعامل معها في تلك الاوقات الحرجة بعض الناس طلق الزوجة والله على يدي انا عرفت القصص هذه والسبب بعض ايش السبب السبب انه اكتئاب ما بعد الولادة صارت تبكي وحزينة وما تبغاه وراح طوالي قالت كرهتني ما تبيني وطلق وبعضهم لا وحم الوحم بعض النساء على فكرة عند الوهم تكره الزوج عند الوحم تكره الزوج شيء مو بيدها غصب عنها تموت فيه بس في هذه المرحلة نفسيتها بتغير لا بد تراعي هذا انت لا بد تراعي هذا انا عارف بعض الاسر اعرف امرأة كبيرة بس ان زوجها توفي تقول والله لا توحمت لا جيت احمل اكره مخلوق عندي هو تقول لا جمع الباب اقول له اف اف اخرج حتى الاكل ايه ايه تحبه تكره الاكل بعضهم هذا على فكرة شبه شبه شيء موضوع عن اكثر النساء الاستفراغات وكره الطبخ والاشياء هذه الخلاصة الخلاصة لا بد تعرفي تعرف ايها الرجل نفسية المرأة لا بد تعرف فطرتها تعرف خلقتها تعرف تكوينها عشان تعرف تتعامل معها و اقول لك انا ترى النساء كلهم كذا لا تقول الله خلاص باشوف لا لا كلهم كذا قد اتفاوت من امرأة الى اخرى لكن هذا موجود كما ان الله خلقها بهذا الاذر الشرعي لهذا العذر الشرعي مستلزماته تبعاته على المستوى النفسي والجسدي طولت وفي بعض النقاط اسمحني في الدقيقة بعض النقاط وبعض الجوانب يعني حاولت اني حلقة جالية لا ما وغيره لازم كل حلقة موضوع لكن المرأة غالبية النساء نصيحة لك ايوه الزوج ترى تحب الزوج البشوش الزوج المرح انا عدت عندي واحدة وخلاص معنا بغير اول كنت معدد المرأة من خلال خبرة اقولها وعلم المرأة الاقرب الى قلبها الرجل الودود البشوش الحنون العطوف الكريم والرجل اكيد هم صفات الرجولة هذه لا والرجال المرأة تكون بشوش نفس الشي انا اتكلم حين ايش انا اتكلم حين عن المرأة المرأة تحب هذا الرجل الكريم بدون اسراف طبعا الحنون اللطيف البشوش دول بسامة لا تخلي وجهك دائما متعبس برا عند الباب تسمعك وتكع كع مع الشباب في السيارة دخلت وعلك يا ولد لا لا احق الناس احق الناس بابتسامتك بعطفك برقتك اهل بيتك قالها الرسول والسلام خيركم خيركم لاهله خيركم خيركم رسول الامة رسول الامة يخيط الطوب يفلي الطوب يكون بخدمة اهله هو محمد عليه الصلاة والسلام من انتم من انا من انتم من انا حتى نترفع لا انتم شخصان في جسد قلت انا من البداية وكما قلت تحب الرجل البشوش المرح العطوف اللطيف رسول الامة عليه الصلاة والسلام خذ هذا الموقف اتى ابو بكر الصديق في اسمع صوت امنا عائشة مرتفع ما استواب رسول الامة يرفع الصوت عليه ويزوجها تناقع شوية كذا ساعة تخصم على المرأة يطلع صوتها دخل بي يلطمها دخل ابو بكر ابو بكر بنته بي يلطمها طوال ووقف الرسول لا لا رسلك يا ابا بكر ومنع ابوها لا يضربها قال لا اسمعك مر لا اسمع انك مرأة ترفع صوتك على رسول الله وغضب خرج الرسول بابه وامي يبلط في الجو قال كيف رأيتني منعتك من الرجل كيف شفتين كيف رأيتني منعتك من الرجل يبلط طفلها الجو يضحكها ويدخل بسمع على قلبها لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله ما ارسل الى رحمة للعالمين ارحمة في كل شي حتى في هذه الامور التعامل بينك ومزوجتك ترى رحمة حديوا رحمة في كل شي يا الله حتى في الجانب هذا ارتفت لها بس يوم شاف انها خافت من ابوها قال كيف شفتيني منعتك من الرجل هذا هو رسولكم هذا حبيبكم هذا قدوتكم كل ما اختم بها سامحوني ما اقدر اعطيكم فرصة كل ما اختم بها تريد السعادة كنت زوجا كنت ابا كنت قائدا كنت ملكا كنت رئيسا كنت عالما كنت قاضيا قدوتك محمد عليه الصلاة شخصية متكاملة كلنا نجد فيه ما نريد في حياتنا الوقف الوقف اليتيم ما عطانا رسالة الكنترول جميلة يقول من اراد ان يحل جميع مشاكل يبع عليش بالوقف كلمة جميلة هذه فعلا والله صدك الله مناسب ايوه اعطانا هذا غشة شوني ايها الكنترول الكنترول اعطانا غشة شوني ترى في صحيفة الكنترول وما شاء الله الدرة تطلع منهم قال من اراد ان يحل جميع مشاكله فعليه بالوقف كيف الترجمة هنا صدق ما تحياته مهندس صوت احمد مشاكل زوجي وباشي اني حميل تحياتنا المهندس احمد على هذا الدرة اللي اعطفنا اياها فعلا صدق من اراد ان يحل عليه بالوقف ليه لانه من اسباب تفريج الكرب ان تفرج عن المسلمين وهذا من تفريج الكرب الكرب عامة كربة مرض كربة دين كربة هم كربة كرب معاناة ضيق كل الكرب لذا الرسول لما تكلم قال ما نفرج عن اخيه ايش كربة قال كربة خلها عاما الرسول ما قال ما نفرج عن المسلم دينا ولا مرضا قال كربة خلها عامة والكرب عام لفظ عام ايش بل كرب المرض كرب الدين كرب حتى الحياة الزوجية وحي يدور له زوجة ما لقاها احتسبن هذا كرب ان يفرجوا عنك كلها كرب بتفريجك لكرب هؤلاء الايتام والارامل تفرج كربك واعظم شيء تفريج الكرب يوم القيامة الله بيعطيك تفريج كربك في الدنيا قال الرسول السلام من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجة اي من سعر او قدم او فرج او بذل في قضاء حاجة اخيه قضى الله حاجة هذا المعنى الحديث من كان في حاجة اخيه اي من قضاها او سعر في قضائها كان الله في حاجة اي قضاها الله لا هذا في الدنيا وفي الاخرة فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامة تلك الكرب تلك الكرب الله يفرجه عنك زيادة على انك في ظل صدقتك من السبع الذين ظلموا في ظله ثم ايضا تخول الجنة وتكون رفيق النبع السلام في الجنة بالبذل اذا من اسباب تفريج كرباتك وقضاء حاجاتك وتيسير امورك هي الصدق او البذل والعطاء وما اجمل ان يقدم ذلك في وقف اليتين في البلد الحرام تهاجر مع الله انا اليوم عرفت ان نوصل 25% اذا نريد ارون منكم ما يفرحون منكم دائما التجارة مع رب العالمين التجارة مع رب العالمين وابشروا جت لرسائل والله من كثرتها كلهم يقولون ترى تبرعنا تبرعنا انا اسأل المولى عز وجل لمن ارسل لي وقال بلغ وقول من كثرتكم ما استطيعوا نسيه طراح الوقت اسأل المولى عز وجل يا من ارسلتم لي على الواتساب او على السنابشات تبلغ انكم تبرعتم وقدمتم وبذلتم اسأل المولى عز وجل ان يتقبل منكم وان يجعل ما قدمتم زيادة لكم في حياتكم في سعادتكم في اموالكم في رفعتكم في الدنيا ونجأت لكم يوم القيامة وتكون سبب لدخولكم الجنان ورفقة سيدي ولدي ادنان علي افضل الصلاة وتم التسليم ان لم يعرفوا ان لم يعرفوا هؤلاء الابناء وان لم يعرفوا المشاهدين عنكم وعن اسمائكم الله يعلم وهو الذي يجازيكم هو الذي يعطيكم هو الذي ينجيكم هو الذي يهديكم المولى جل وعلا ان لم نعلمكم الله يعلمكم الذي يخلف عليكم ويعطيكم اضعافا قد قام قدامكم الحسابات الكاشات وقلنا افكار سابقة انكم تساهمون قروبات ولا اللي تقدرون لو خمسين ريال دائما اقولها اتذكرك اللي تشوفني الان اذكرك يالي ابو عشاء ريال قدمت اذكريم ترى محفوظة لك ظهر نطلع الصلاة صلينا الله يوفق شوانا اصر رقيق صلي رقيق انت رقيق اصلا اشيخ ام جهز بيتين سامحني الهاوة لسه ولا طلعنا يا شباب كنترول كنترول هنا هنا بيتين لاختم بالبيتين هذي لا هنا بقول عشر حيات زوجية اللي يابل زوجت دخل بيت يقول هلا بش كل ما بطيت هلا بش كل ما بطيتي وجيتيني ويا لبيش ويا حيذة الوصل من قربش ونظرات عينيش بعيني انا حبش وحبمش وبيش وكل ما يعنيش وما يزعلش يزعلني ما يرضيش يرضيني الله اكبر عدها والله بس شيلوها شيء عطولي شيء صلاة 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 راحيص 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 مستطعو صحبين هذا يعني الحين اتلمش وخارة وسلم تغلى علينا تدلع علينا يحق لك شرايت يا شيخ عيدة 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 عندها 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 عندك عندي عندها قول هلابش كل ما ابطيتي وجيتيني ويالفcript وهي الحيذا الوصل من القربش ونظرة عينش بعيني انا حبش وحبمش وبيش وكل ما يعنيش وما يزعلش يزعني ما يرضيش يرضيني Dupe kalbish حا موجود هذا هدية لك علساني اللا اللا صلينا صلينا صلاة صلاة والله ما يروح له انتك اشي عيق ما شاء الله كل مناسبه